بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فمع تفسير الآية الثامنة والعشرين من سورة البقرة وكنا قد تحدثنا في الآية في الأسبوع الماضي وختمنا بقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون إلى أن وصلنا إلى قوله وهي الآية الثامنة والعشرون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ثم بعد ذلك الشرع في قصة بداية الخلق نشرح هذه الآيات بإجاز قلنا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا نشرحنا هذه هذا استفهام كاري في اللقاء الماضي الآن نتم الموضوع ألا وهو تعداد النعم التي تقتضي أن يشكر الله فلا يكفر قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الله الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا تحدثنا في لقاء سابق وفي سلسلتنا الحقائق الكبرى تحدثنا عن شيء يعرفه العلماء جميع العلماء سواء علماء الدين أو غير المتدينين شيء يسمى المبدأ الإنساني ما هو المبدأ الإنساني؟ أن هذه المجرة التي نعيش فيها وهذه الأرض التي نعيش عليها ووجودها في هذا المكان بهذا الترتيب وبهذه السوائل وبهذه الحرارة وبهذه الغازات مناسبة تماما لخلق الإنسان وكأن الكون بل هو فعلا قد خلق لهذا الإنسان فهذا يسمى المبدأ الإنساني كيف يعني يصمم هذا الكون لإمتاع هذا الإنسان ولحياة هذا الإنسان بل حتى لنظرته الجمالية وهذا القرآن يتحدث عنه كثيرا حتى النظر الجمالية حينما يستمتع الإنسان ويطل من شباكه وينظر الأماكن الجميلة كل هذا خلق من أجل الإنسان طيب هذا لم يأتي عبثة القانون العقلي يحيل ذلك طيب هذا الذي قد خلق بهذا التناسق البديع الله يذكرنا بهذه النعمة فيقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض الجميع كل ما قد خلقه الله ولك لكن أستغرب في دراستي للبيئة وقد درست فيها ألاف الصفحات قرأت لي أشكال وألوان يتحدثون عن شيء عجيب يقولون الإنسان في حالة صراع مع الطبيعة والبيئة ثم الإنسان انتصر على هذه الطبيعة وكذا وكذا والله تعالى يقول لا يقول البيئة مسخر لك لست في حالة صراع معها أنت في حالة صراع مع الله تعالى أنت في حالة صراع مع الله جل جلاله لست في حالة صراع مع الطبيعة فيقولون هذه البيئة العاتية استطاع الإنسان أن يطوعها الله تعالى يقول لا يقول هذه مسخرة لك لكن اعرف أسرارها لتسخر لك أكثر وينبه إلى هذا بل يقول أن الكون كل مسخر لهذا الإنسان خلق لكم ما في الأرض جميعا إذن هي مخلوقة لنا ليست عاتية دعا الله تعالى ينتقل من خلقه أحيانا يحصل طغيان أحصى فجور كفر إعراض تام عن الله سبحانه وتعالى فيرسل السونامي ليذكر الناس أنه في رب في استقرار وهدوء ثم يأتي زلزال مدمر يا جماعة انتبهوا المعاصي والمنكرات والكفر بالله سبحانه وتعالى يعني انتبهوا في هدف فإذن يذكرنا الله بهذه الحقيقة ويقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا بهذه الآية استدل علماء الإسلام على خلاف الدقيق بينهم لا نريد أن نخوض به في هذا المكان وهو أن الأصل في الأشياء الحل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فهذا مبدأ موجود الأصل في الأشياء هو الحل أو التحريم الآية هذه الدليل لمن يقول بأن الأصل في الأشياء هو الحل الله خلقها لك يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا إذن كل ما في الأرض خلقه الله لك ما عليك إلا أن تعرف أسراره لتصل عليه عليه لينقاد لك يعني هذه الرياح العاتية استطاع الإنسان أن يستفيد منها كهرباء كهرباء السيول الجارفة كانت تزيل القرى بمن عليها حبسها الإنسان فاستفاد منها للسقي والزرع وأيضا أخذ منها كهرباء وطاقة فإذن ما عليك إلا أن تعرف إسرار الله في خلقه هي لك أصلا خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم تفيد هذه الآية كما هو ظاهر أن خلق الأرض كان قبل خلق السماء بل حتى خلق ما في الأرض خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم تفيد الترتيب مع التراخي ما معنى استوى إلى السماء هنا معناها قصدة ولا أعلم كبير خلاف في هذه الآية في هذا الموضع حتى عند المجسمة لا أعتقد أنهم ينازعون في أن معناها هنا قصدة ثم استوى إلى السماء أما استوى على العرش في كلها معنى آخر تحدثنا عنه في دروسنا في العقيدة لأننا نريد أن نخوض فيها الآن ثم استوى إلى السماء يعني قصد إلى السماء السماء في لغة العرب كلمة عامة كل ما عليك فأضلك فهو سماك فالسماء تطلق على السحاب وتطلق على المطر وتطلق حتى على العشب لماذا لمن قرينه بينه وبين المطر في الارتباط إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه رعينا العشب يعني ولو كانوا غضابة هذا الأسلوب يسمى الاستخدام إذن السماء كلمة عامة المراد به هنا الأجرام السماوية ثم استوى إلى السماء فسوى هنا سبع سماوات هذا ظاهر والسبع هذه ليست المبالغة ذكرت في القرآن في كل الموارع بأنها سبع سماوات فالعدد مراد حقيقته وليست للمبالغة لماذا أقول ليست للمبالغة لأنه أحيانا كلمة السمعة بالذات يراد بها المبالغة لكن إذا دل ديل عليه الأصل أنها سبع الحقيقة وهو بكل شيء عليم صفة العلم لله سبحانه وتعالى متعلقة بكل شيء على ما عليه أهل السنة والجماعة فهو يعلم كل شيء يعلم ذاته يعلم الواجب ويعلم المستحيل أنه مستحيل ويعلم الممكن بدقائقه يعلم كل شيء الفلاسفة أنكروا علم الله بالجزئيات فظلوا بذلك ضلالا بعيدا بثلاثة كفر الفلاسفة العدى إذا أنكروها وهي حقا مثبتة علم بجزئي حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميتة لماذا أقول كفر؟ لأنه ينكر صريح القرآن في مثل هذا القرآن يقول وهو بكل شيء عليم كيف تخصص وأنت بدون مخصص بل يذكر ما من ورقة لا يعلمها إذن ولا شيء لا يعزب عن ربك بمثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إذن كل شيء حتى الذرات يعلمها الله سبحانه وتعالى فهذه من الجزئيات فالله يعلم الجزئيات والكليات يعلم الواجب ويعلم المستحيل فصفة العلم تتعلق بكل شيء كما هو ظاهر القرآن ولا يوجد مخصص له ثم بعد أن أعد الأرض وأعدها للإنسان إعدادا مناسبا له وحصل ما يسمى المبدأ الإنسان يذكرنا الله تعالى ببدء الخلق فيقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة اذكر اذكر يا رسول الله إذ يعني هنا متعلقة بفعل تقديره اذكر إذ قال ربك تذكره اذكر في ذلك الزمان قال الله جل جلاله الله خرج الزمان بلا شك لكن المخلوقات هذه ضمن الزمان وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم هذا الحوار الذي حصل وحصل قول ومساءلة كيف كان ذلك هذا علم غيب لا نعلمه ولا أحد يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وإذا كان أوحى إلى رسله شيئا فهم يعلمونه قال ربك الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه غيره فالرسول عليه الصلاة والسلام هو المخاطب الأول تشريفا له وإذ قال ربك للملائكة جمع ملك وهو الملك هذه هذه كلمة الميم واللام والكاف بذاتها تدلع القوة بكل تصريفاتها الملكة لكما كملا كلها ملك الشيء المالك أقوى من غير المالك لكما ضربه ووكسينك هذا لكما قوة كلمة عن جرحة أو تكلمة كلمة من الكلام الذي هو الحديث هذا أقوى من السكوت فبكل تصريفاتها تدلع القوة فإذن هذا اسم قوي جدا وأيضا تأتي في بعض تصاريفها بمعنى ماذا الرسالة والملائكة رسل قال أبلغ يزيد بني شيبان مألكة أباث بيت أما تنفك تأتكل ألست منتهيا عن نحت أثلتنا ولست ضائرها ما أطت الإبل كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها المألكة هنا الرسالة والملائكة رسل أيضا إذا لاحظ تصاريف هذه الكلمة يدل على القوة يدل على الرسالة وهكذا وقال ربك للملائكة إذن هذه مخلوقات عظيمة لله جل جلاله ومخلوقات قوية جدا لله سبحانه وتعالى وليس كما تصورها هوليود هوليود كيف تصور أفلام الكرتون أن ملك أنجل يكون شيء ناعم لطيف جدا جميل بيده هكذا سحري يضرب به هذه خرافة في عقول أولئك الناس هكذا الملائكة في العقلية النصرانية لأنها مأخوذة من الرومان أما عند المسلمين الملائكة مخلوقات قوية جدا وليست ضعيفة وليست بهذا الهزال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 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 لماذا؟ هل هناك مخلوقات قبل آدم فآدم يخلفها نص قطعي عندي لا يوجد بل حتى نص ظني قوي لا يوجد لكن يوجد احتمالات وأقوال لبعض الصحابة عن ابن عباس عن غيره كذا أقوال ليست في القوة فهل هناك كائنات موجودة في الأرض قبل الإنسان حديث الملائكة وقياس الملائكة يشعر بأن هناك كائنات كانت موجودة قبل الإنسان فهل هي كائنات قد انقرضت وزالت وهي التي يحاول الداروينية الترقيع والبحث عسى أن يجدوا أشياء تثبت تطور الإنسان من إنسان سابق فيجدوا أشياء قديمة جدا هل كانت كائنات يعني ممكن ليس محالا ولكن أيضا لا نستطيع أن نقطع به يعني احتمال خليفة يعني يخلف من كان عليها أو هم الجن كما جاء في بعض الآثار أيضا أن الجن كانوا قبل الإنس كل هذا وارد قال ربك للملائكة أن يجاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أخي عليك أن تفهم مقام هذا المقام الله جل جلاله الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم الملائكة لا يعترضون على الله جل جلاله وحاشاهم لأنهم يفعلون ما يؤمرون ولكن الله جل جلاله ربما ليعلمنا خاصة أننا قلنا إن هذا الكون أصلا خلقا للإنسان ربما ليعلمنا كيف يكون الحوار وكيف تكون الشورى وشيء من هذا قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة يعني يخلف شيء سابق الخلف هو الذي يأتي بعد شيء خد سبق قالوا أتجعل فيه يعني خلف يضاد السلف أتجعل فيها من يفسد وقد تحدثنا عن إفساد في لقاء سابق وهو ضد الإصلاح ويسفق الدماء يعني بالقتل إذن قد حصل شيء وربما يكون لا أنهم علموا بذكائهم عندهم ذكاء خارق أعطاهم الله إياه أو أن الله سبحانه وتعالى أطلعهم على أشياء وقال سيحصل من شأنهم كيتا وكيتا وكيت ربما يكون هذا والقرآن طواه عننا يعني ليس لازما أن يكون بالقياس على كائنات سبقت يعني هذا وارد وهذا وارد ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم سبح وقدس المعاني متقاربة وكلاهما فيها غسيل وتنظيف ومنه السابح لأنه يبتعد عن الوحل ويخوض في الأعماق في مكان النظيف وأيضا بالاشتقاق الأكبر سبحان الله مادة السبحة بتصارير فيها تدل على البعد فنقول ساباحة ابتعد عن الشاطئ ونقول حاسيبه ابتعد عن الحقيقة هنا في المعاني ونقول سحبه أخذ من مكان إلى مكان فابتعد ونقول حبس حبس أي ابتعد عن أهله إذن فيها ابتعاد ونحن نسبح بحمدك إذن نهاية التقديس نهاية التطهير ونقدس لك نفس المادة إذن تدلع التطهير ومنه القدس أو القادس أو كذا شيء مثل السطر اللي يغسل به وكذا يعني للتنظيف إذن مادة السبحة ومادة قدسة كلاهما تدل على التطهير طيب يقول الله تعالى يستفيد من هذا أبدا حاشا وكلا نحن نسبح أنفسنا ونقدس أنفسنا يعني نطهرها لتكون ليكون اعتقادنا سليما في الله سبحانه وتعالى وإن كان قد دوسنا التسبيح والتقديس لله سبحانه يعني سبحنا اعتقادنا في الله سبحانه بحيث يكون اعتقادا سليما لا تشبيه ولا تمثيل ولا غير ذلك جملة اسمية اسمونها جملة كبرى هذه قال إني أعلم إني أعلم هنا جملة اسمية في داخلها فعل فهذه جملة كبرى كونها جملة اسمية تدل على الدوام لأن الثبات وإني أعلم فعلية يعني دوام واستمرار يعني فعل الله تعالى يعلم في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل حين إني أعلم ما لا تعلمون فهو الحكيم جل جلاله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبيوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين علم ربنا آدم الأسماء كلها إذن علمه الأسماء ما هي الأسماء التي علمه الله إياها لابد أن يرى أن يكون علمه المسميات ولما فأيت الاسم ذق شجرة حجرة بقرة فقط يعرف أسماء لا يستفيد شيئا إذن علم الأسماء ومسمياتها فكان يرى شيئا ويعلمه أن اسمه كذا فعلي بن عباس يقول حتى القصعة والقصيعة هذا فيه هذا فيه إشارة إلى الاشتقاق والتصريف يعني علمه اللغة فعيلة فعلة وفعيلة إذن علمه كيف يكون اللغة ليس فقط أهل لخلافة الله فالخلافة للعلماء ولذلك عقد الإمام البخاري كتابا في صحيحه أو بابا باب العلم قبل القول والعمل قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ومن هنا قرر أئمة الأشعرية بأن أول ما يجب على الإنسان هو المعرفة وعلم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب كما قال الصاحب الجوهة رضي الله عنه إذن علم آدم الأسماء كلها بلا استثناء ثم عرضهم على الملائكة قال يا جماعة يا ملائكة أخبروني بهذه الأسماء ما عرفوا إن كنتم صادقين هنا إن على استبعات تدل أنهم يعني لا يعرفون ها ولن يكونوا صادقين في يعني قولهم أن كذا يحصل كذا وكذا أنه يفسد ومفسد قليل لكن المصلح أكثر إن شاء الله وواحد من المصلحين هؤلاء يعاد الملايين المفسدين أن بيوني بأسماء هؤلاء إذن مناط الخلافة هو العلم كما هو ظاهر فالذي يستحق وانتبه جيدا انتبه جيدا خاصة الصوفية العلم أم العبادة العلم مقدم عبادة والكمال ما هو العلم مع العبادة فلماذا تفترض إما علم وإما عبادة لا العلم وحده نقص والعبادة وحده نقص العلم مع العبادة هو الكمال وهو مناط الخلافة أنبيوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك عادوا إلى التقديس سبحانك هذا مصدر مختص بالله سبحانه وتعالى لذلك منع من الصرف قال لأنه عالم على الذات واجبة الوجود لا يصف به غير الله تعالى طبعا منها مصروف ومنها ممنوع من الصرف فلما الذي صرفه مع أنه مصدر يعني عادة يكون فيه علا المعروفة هنا ملع الصرف الجاعي له بأنه ممنوع من الصرف قال لأنه عالم على الذات واجبة الوجود قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا هذه لا النافي للجنس إيش يعني لا النافي للجنس تنفي أصل العلم صفر يعني علمنا صفر إلا تعلمنا يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا ها يعني إذا قلت لا رجل في الدار لا يصح أن تقول بل الرجلان خطأ لأنك قلت لا رجل أصلا ما في رجل لكن لو قلت لا رجل في الدار يمكن تقول بل رجلان لأن هنا نفيت لكن لم تنفي الجنس أما لا علم لنا ما في خلص أبدا ما في أي علم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هل العليم وعلام الغيوب وعليم هذه صفة مشبهة يعني وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى حكيم يضع الأشياء في مكانها قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم آدم سيدنا آدم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ظهر علم الله وهو علام الغيوب وبلا شك سيظهر لا محالة والملائكة من خلقه جل جلاله فلا يمكن للمخلوق أن يسبق خالقه قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فيعلم السر وأخفاه وكلمة تكتمون هذه تدل على ما يسميه الأشعرية العلم النفسي أو الكلام النفسي ما أعلم ما تبدون تكلم به الإنسان وما كتمه ما كان في قلبه ثم ينتقل بعد ذلك البيان إلى الإله إلى تكريم سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وهذا سيكون موضوع اللقاء القادم إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر